تحت قرار سلطة اعلان الحرب بالتفويض العسكري الذي اقرته امريكا منذ عام 2002 يقبع العراق في منتصف التوتر الامريكي الايراني اليوم عواصف دموية من الافعال وردودها بين واشنطن وطهران اخرها تحرك الرئيس الامريكي جو بايدن بالرد على هجمات ايرانية لاهداف ومصالح امريكية في العراق في الداخل الامريكي ثارت عاصفة من نوع اخر حيث الكونغرس الذي يريد التصويت على مسك زمام امور قرار سلطة الحرب بيد مجلس الشيوخ على ان يوقف التفويض اي يو ام اف 2002 ثم تم يعترض التصويت على القرار في تفسيرات تأول الى اعتماد بند من تفويض 2001 يسمح بحماية المصالح الامريكية ومواجهة داعش وميليشيات موالية لايران صحيفة بوليتيكول اميركية كشفت عن حديث نيابي اميركي بتفويض 2001 الذي يمكنه التعامل مع التهديدات القائمة حاليا في بلاد الرافدين نواب اخرون اكدوا ان تفويض 2002 لا يساعد على التعامل مع تهديدات ميليشيات مدعومة من ايران وداعش والقاعدة العملية بتفاصيلها تعزز قوننة التعامل مع الاستفزاز الايراني في العراق لكنه يفسر بعضا من التخوف ان لا يكبح جماح ايران في المنطقة سيما في العراق بعد تكرار مسلسل الهجمات الصاروخية في البلاد ترجمة نانسي قنقر